اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك لالذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ولا الذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا رب يا رب يا رب يا رب بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيرا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجعت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إليه وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء لديك مترعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في اللهف إلى جودك والرضى بقضائك عرضا من منع الباخنين ومن دوحة عما في أيدي المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجأي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك الصدق واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أم تأمر بالسؤال وتمنع العطيات وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحن رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أقرسه ذنبه ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه أدعوك يا ربي راحبا راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت وإذا رأيت كرمك طمع فإن عفوت فخير راحب وإن عذبت فغير ظالم حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع إتيالي ما تكره جودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين مميتي فحطق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج عظم يا سيدي أملي وساء عملي فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تآخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافأة المقصرين وأنا يا سيدي عائذ بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عمم أحسن بك ظن وما أنا يا رب وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي رب جللني بستريك واعف عن توبيحي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غير كما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة اجتنبت لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المن يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياثك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنيئة أين صلائعك السنية أين فضلك العظيم أين مملك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل لست أبتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدئ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجبيل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أبلايت وأولايت أم كثير ما منه نجيت وعافيت يا حبيب من تحبب إليك ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسعه وجودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر عامالنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة فوعزتك يا سيدي لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لمن تهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا رب هذا مقام من لآذبك واستجارا بكرمك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك ولا هذا فيك طمعنا يا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما عصيناك ونحن نرجو أن تستر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فمن علينا بما أنت أهله وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعي ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عمنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا تقدست أسماءك وجل ثناءك وكرم صنائعك وفعالك أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي فألعاف ألعاف ألعاف سيدي اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته إنك قريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملكنا كذب العادلون بالله وضلوا ضلانا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة اللهم تب علي حتى لا أعصياك وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين اللهم إني كلما قمت قد تغيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسم إذا أنا صلايت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجال ستوابين مجلسي عرضت لي بلية عزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طرتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معردني 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 فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكذابين فرفضتني معردني 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 أو لعلك رأيتني معردني 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 فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي لأن كرمك أي رب يجل عن مكافأة المقصرين وأنا عائذ بفضل كهارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عم من أحسن بك ظن إلهي أم تأوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقاهسني بعملي أو أم تستزلني بخطيئتي وما أنا يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعفو عن توبيخي بكرم وجنك سيدي أنا الصغير الذي ربيته أم ته وأنا الجائل الذي علمت وأنا الجائل الضال الذي هديت وأنا الوضيع الذي رفعت أم ته وأنا الخائف الذي أممت والجائع الذي أشبعت والعبشان الذي أرويت أم ته والعار الذي كسوت والعار والعار والفقير الذي أغنيت أم ته والعار 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 قويت و والذليل الذي أعززت والسقيم الذي شفيت والسائل الذي أعطيت والمذنب الذي سترت والخاطئ الذي أقلت وأنا القليل الذي كثرت والمستضعف الذي نصرت وأنا الطريد الذي آويت أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء أنا صاحب التواغي العظمى أنا الذي على سيده اجتراه أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي عطيت على معاصل جليل الرشاو أنا الذي حين مشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فمر عوائي وسترت علي فما استحيات وعملت بالمعاصي فتعدت وأسقطني من عينك فما ظلت فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرف ولا لوعيدك متغاون لكن خطيئة عرضت وسغلت لي نفسي وغلبني حوال وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجمدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فواسو أتا على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونحيك إياي يا خير من دعاه داعم وأفضل من رجاه راج اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبحب النبي الأمي القرشي الحاشمي العربي ابتحامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك فلا توحش استئناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماؤهم فأدركوا ما أملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدرك بنا ما أملنا وثبت رجاءك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب وعزتك لو انتغرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعتي رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى من يلتجء المخلوق إلا إلى خالقه إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي وأجمع بيني وبين المصطفى وألهي خيارتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا من لي إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أبهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي 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 لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على مهري أنظر مرة عيبيني وأخرى عن شبالي إذ الخلائق في شأن غير شأن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة وذلها سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكار لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأملي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي لذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا ممتغى سؤلي فرق بيني وبين ذنب المانع لي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إلهي ارحمني إذا امقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني وطاش عند سؤالك إياي لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتبت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي رب أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكني الهاوية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ظلي بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قد تنى أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي إلهي إِنْ عَفَوْتَ فَمَنْ عَوْلَى مِنْكَ بِذَلِكَ وإِنْ عَذَّبْتَ فَمَنْ أَعْدَلُهُ مِكَ إِلَهِ إِنْ عَفَوْتَ فَمَنْ عَوْلَى مِنْكَ بِالْعَفُ إِرْحَمْ فِي هَذِي الدُّنْيَا قُرْبَتِي وَعِنْدَ الْمَوْتِ كُرْبَتِي وَفِي الْقَبْرِ وَحْدَتِي وَفِي اللَّحْدِ وَحْشَتِي وَإِذَا نُشِرْتُ لِلْحِسَابِ بَيْنَ يَدَيْكَ ذُلَّ مَوْقِفِي وَاغْفِرْ لِي مَا خَفِي عَلَى الْعَادَمِينَ مِنْ عَمَلِي وَأَدِمْ لِي مَا بِهِ سَتَرْتَنِي وَارْحَمْنِي صَرِيعًا عَلَى الْفِرَاشِ تُقَلِّبُنِي أَيْدِي أَحِبَّتِي وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ مَمْدُودًا عَلَى الْمُغْتَسَلِ يُقَلِّبُنِي صَالِحُ جِيرَتِي وَتَحَنَّ عَلَيَّ مَحْمُولًا قَدْ تَنَاوَلَ الْأَقْرِبَاءُ أَطْرَافَ جَنَازَتِي وَجُدْ عَلَيَّ مَمْقُولًا قَدْ نَزَلْتُ بِكَ وَحِيدًا فِي حُفْرَتِي وَأَرْحَمْ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ الْجَدِيدِ غُرْبَتِي حَتَّى لَا أَسْتَأْنِسَ بِغَيْرِكَ يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلاك سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلي عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجأ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمن إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجو إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفر آلي ولا أطالب بها إنك دوما من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائه فلا تعرض بوجهك الكريم عني وقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو ألا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحفيك سرائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل حزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعل لي ممن أطلت عمره وحسنت عملا وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياءا ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا واجعل لي لك من الخاشعين اللهم آطني الساعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولاد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدان والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني واجعل لي من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عام لا غاذا وفي كل عام وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع واصرف عني يا سيد الأسواء واقضي عني الدين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء منه واخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخل للجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذلوبي لأطالبنك بعفوك ولئن طالبتني بلغمي لأطالبنك بكرمك ولئن أدخلت للنار لأخبرن أهل النار بحبي لك إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون إلهي إن أدخلت للنار ففي ذلك سرور عدوك وإن أدخلت للجنة ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك اللهم إني أسألك أم تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام حبب إلي لقاعك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرام اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعل لي من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسي واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك وأعني على صالح ما أعطيتني وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني علي وتوفني إذا توفيتني علي وابعثني إذا بعثتني علي وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشال والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وأعوذ بك من نفس لا تقنع وبطل لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أمت السميع العليم اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بألكة ولا تردني بعذاب أليم اللهم تقبل مني وأعالي ذكري وارفع درجتي وحط وزري ولا تذكرني بخطيئتي واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة وأعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عن من ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا أن لا نرد سائلا عن أبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاءك فأعتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغذت ولذت وبك استغذت ولذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويافو عني الكثير إقبل مني اليسير واعفو عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر بقلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبتني وردني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين يا أرحم الراحم يا أرحم يا أرحم يا أرحم